نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج البرنامج التدريبي مهارات التحصين الفكري لـ 62 من مديري المدارس والمعلمين والاختصاصيين التربويين بالوزارة وذلك في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمدينة عيسى وكذا سعدت الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خلال الافتتاح أن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود التي تبدلها مملكة البحرين لنشر قيم التسامح والتعايش والحوار والتي وصلت إلى العالمية من خلال توجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتنشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي حيث يحمل هذا المشروع رسائل نبيلة تعتبر التسامح والتقارب الديني قيمة حضارية مثلة لتحصين المجتمعات والحفاظ على مدنيتها وتحضرها وتجد في الحوار الوسيلة الآمنة لتحقيق التقارب الإنساني ومد جسور التسامح والوئام بين الشعوب والوقوف في وجه قوى العنف والتطرف وأشاد الوزير بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنفيذ هذا البرنامج لتطوير كفاءة التربويين في مجال تشجيع الطلبة على تبني الفكر الوسطي والوقاية من الانحراف الفكري من جانبه أثناء دكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية على التعاون المتميز لمملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم في جميع أنشطة وبرامج ومبادرات المكتب منذ تدشينه قبل أربعة عقود ما أسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المكتب في النهوض بقطاع التربية والتعليم في الدول الأعضاء فيما أوضح المدرب دكتور محمد بن حسين السيد أنه سيتم خلال البرنامج تدريب المشاركين على استخدام حقيبة مهارات التحصين الفكري التي ستعيدهم على اكتشاف مؤشرات التطرف لدى الطلاب وتوفير برامج تدريبية لتوعيتهم مع تشجيع ابتكار مبادرات طلابية لمواجهته نحن في الوزارة قطعنا شوطا كبيرا في تأسيس مشروعا عربيا رائدا وهو المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان فنال هذا المشروع الذي ينظر إليهم شق حضاري وينظر إليهم شق أيضا تربوي وكذلك أيضا شق له طابع حقوقي نجحنا والله الحمد في المدارس الإعدادية والابتدائية الإعدادية واليوم نعمل مع مكتب التربية الدولي في جينيف التابع لمنظمة يونسكو لكي نعمم هذه التجربة التي تحققت في المرحلة الثانوية وفي المدارس الصناعية لأننا نعتقد أن المرسة كانت ولازالت وسوف تبقى تشكل عنصرا أساسيا في بناء النش والتأثير عليه ونحن نتطلع إن شاء الله أن تخرج هذه الفعالية التي تم تنظيمها مع مكتب التربية العربي لدول الخليج بحيث تشكل إضافة فنحن نسعى إلى كتاب مدرسي يعزز القيم وأنشطة تدعم ذلك أولا أن اليوم سعيد جدا أن أكون في ملكة البحرين ودائما وجودي في ملكة الحرين في نفسي البحجة والسعادة أولا لأن هذه البلاد تشعر فيها بساعة الخاطر وتشعر فيها بالتسامح وتشعر فيها بالأخوة الكبيرة بين أبناء البلد وأيضا أبناء دول الخليج عامة ولذلك ليس مستغربا أن تتبنى وزارة التربية والتعليم مبادرات التسامح حقوق الإنسان ونحن هنا اليوم في مكتب التربية العربي دول الخليج ونحن نعتبر أنفسنا أحد أقسام وزارة التربية والتعليم ونحاول أن نسهم معها في مبادراتها فاليوم ننفذ برنامج عن التحصين الفكري والتحصين الفكري هو إحدى مقومات المواطنة وأحدى أيضا مقومات الحفاظ على حقوق الإنسان خصوصا وأننا في عهد نشهد فيه مد إعلامي رهيب كثير التأثير وشديد التأثير ربما تأثيرها أصبح يفوق المدرسة وبالتالي لا بد الحقيقة من تزويد المعلمين وأيضا من سيقوم على تدريب المعلمين بمهارات تمكنهم من توجيه الطلاب التوجيه الصحيح وأيضا تمكنهم من تعليم الطلاب كيفية التفكير الناقد لأن كل ما يرتبط بهذا الموضوع هو مرتبط بالتفكير فعندما يتولد عند التكفير أو ينبني لدى الطالب التفكير الناقد يستطيع أن يفرق بين الرسائل الغثة والرسائل السمينة يستطيع أن يتخلص من فكرة أن ما يأتي به الإعلام كله صحيح ومفيد عندما يستطيع الطالب أن يختار فنحن نكون بهذا قد حققنا هدف كبير من أهدف التعليم في هذا العصر